بسم الله الرحمن الرحيم تسجيل بخصوص الحادث المؤلم وانشئت يعني قلنا الإرهابي اللي وقع للمسلمين أو للمسجد الأحب مساجد المسلمين في نيوزلندا ورح فيه يعني استشهد فيه قرابة الخمسين شخص يمكن هذا الحادث المؤلم نقرأه قراءتين قراءة الأولى وهي الأهم بالنسبة لي القراءة الثقافية والدينية أول معلم فيها أن التعصب لا دين له التعصب ممكن يقع في بعض أفراد الدين المسيحي بعض أفراد الدين البوزي كما نرى في الروهينجا ممكن يقع من بعض المسلمين فإذا أدى التعصب والإرهاب إلى آخر يعني ليس حكرا على دين بعينه الأمر الثاني تسجيل هذه العملية وكتابة رسالة للمجرم الذي قام بهذه العملية هو كاشف عن كيف يخلق ويصنع التعصب أنت محتاج واحد متعصب يقرأ التاريخ قراءة خاطئة يستحضر معارك قديمة وقعت بين المسلمين وبين الأوروبيين في إطار سياق ربما لم يكن ديني إحنا كمسلمين سمينا حروب الصالبية سميناها حروب الفرنجا لم نسميها الحروب الصالبية لكن هم الذين سموها الحروب الصالبية فإذن ما كتب في هذه الرسالة من بث مصور ومن تاريخ لهذا المجرم يثبت أن صناعة التعصب متمر عبر استدعاء التاريخ وقراءة خاطئة للدين تنتج في النهاية متعصب أو إرهابي سواء في أي ميل أو في أي دين هي دي الخلطة استعلاء ثم استدعاء ثم يأتي بعد ذلك العداء الأمر الثالث المهم في هذه القراءة أن الظروف السياسية والظروف الاجتماعية أحيانا تجعل هذه الأفكار المتعصبة تعطيها الحياة الأمر الرابع أرجوكم لا نعمم الوصم الآخرين بالإرهاب أو بالتعصب لأن الله يقول في كتاب العزيز وَلَا جِرَ مَنَّكُمْ شَنَأَنُوا قَوْمًا عَلَّا أَلَّا تَعْدِلُوا أَقْرَبُوا لِلتَّقْوَى فإذن دي القراءة الثقافية أن التعصب له خلطة بيصنع منها استدعاء التاريخ وتأويل خاطئ لبعض الآيات المقدسة أن التعصب غير محصور في دين معين من الأديان إلى آخره وأن ينبغن لا نعمم هذا الأمر القراءة الثانية هي القراءة السياسية هل هو إرهاب؟ مش إرهاب؟ هل الإعلام الغربي يعتبر حدث إرهابي؟ هل يتعامل معه؟ هذا السجال بيخضع لمصالح السياسة وموازن القوى الدولية وبالتالي أنا لا أراهن عليه ما وقع مؤلم إنسانيا كاشف للتناقض بين كثير من المجتمعات على مستوى القيم فهذا الجانب السياسي أعتقد ربما يترك للسياسيين لكن أنا سأديني هذا العمل لأنه عمل إجرامي بغض النظر غير الإرهابي ولا مش إرهابي وأيضا هتجد في الحالة الأوروبية والحالة الغربية مجتمعات تديني هذا العمل وتتألم من أجل هذا العمل ففرق أنت بتناقش هذا الحدث ما بين الإطار الثقافي والاجتماعي وما بين الإطار السياسي اللي هو ما صار تجازه بموزين قوى بين الدول طيب ما هي سيناريهات المستقبل؟ هذا الحاجس ماذا يعني لنا كمسلمين أو كمتألمين لهذا الحادث وأيضا لحوارات أخرى وقعت في العالم يقتل فيها الأبرياء عندك طريقين الطريق الأول أن نشعل من خلال هذا الحدث المعارك ونؤكد الأفكار القاتلة وأن هؤلاء لا يستحقوا الرحمة وهؤلاء متعصبين وأوروبا الكافرة والإلحاد ونرجع لفكرة مؤمنين وكافرة إلى آخره من السجال الكبير وبالتالي نقدم للتعصب والمتعصبين الجنان الرسمي على طبق من زهب فهذا الخيار الأول إن هذا الحادث نأخذه ونقول بس إحنا كنا غلطانين وتسامع دي في قصة فشلة وإن السلام والمحبة دي كلام فاضي المصار التاني نقول لا والله يا جماعة الذي وقع وبخطاب عالمي وإنساني كما فعل شيخ الأزهر وبيان الأزهر كان بيانا جميلا إن يا جماعة هذا الحدث ينبغي أن نجعله فرصة ونستثمرها نؤكد أن الأصل هو السلام وأن التعصب لا يمكن أن يصف بأنه إسلامي أو مسيحي أو يهودي وبالتالي ننشئ جسور فهنا عند خيار من هذا الحدث إما إنك من أنصار إنشاء حقود الألغام والقلاع الحصينة بين المكونات وبين الإنسانية وفكر بق فستطين وإلى آخره أو إنك تقول لا والله نحن مسلمون ونحن مؤمنون ومصرون على أن الإسلام دين المحبة والسلام وأن أيضا المسيحية بيها قيم للمحبة والسلام وأن البوزية أيضا بيها قيم للمحبة والسلام وأن الأوروبيين إلى آخره تعالوا نتعاون حتى لا يتكرر مثل هذا الحدث الختام في قراءة سياسية للحدث في قراءة ثقافية واجتماعية وفي سيناريوهات ينبغى أن نتبع ونحن بالخيار إما أن تختار خيار إنشاء القلاع وخيار بناء المحبة والسلام ولكن أعتقد أن الرسادة الكبرى لأديان والخاتم القيمة الكبرى للإسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وخالص عزائل الشهداء ورحم الله الجميع وبسط الله المحبة والسلام على هذه الأرض حتى نثبت للناس وللملائكة أن الله سبحانه وتعالى عندما اختار بني آدم هو يعلم أنهم قادرون على أن يتجاوزوا العنف والقتل وأن التحدي الأكبر أمام البشرية وقف هذا النزيف ونشف الرحمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر